نروح نرجع لتونستاني وليد ماهر المنصق الاعلامي لمنتخب الشباب ونتطمن هناك على البعثة وليد بيسأل خير 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 يا صيف اخبارك يا عملية كله تمام حبيبي الحمد لله طمننا هناك على الوضع عندك وطمننا على الفريق وعى كابت الربيع وعى الجهاز والله الوضع يعني دلوقتي طبعا لمجرد عارفنا الخبر طبعا في البداية بلاغونا اللي كان مرضونا فيه 13 داعات بعدها بحوالي في نص ساعة أو ساعة لربع بلاغونا منهم 17 داعات كالترابية طبعا تم طبعا عزل اللي عادين على طوله في دور لواحدهم اللي هما كانت نتيجتهم إيجابية ولعيبا كانت نتيجتهم سلبية اه برضو اتنقلوا من الغرف اللي كان مع العيبة وراحوا في دور تاني خالص وتم طبعا كانت تصديد فوتكول من جانب السلوري المنصور وكانت تصديد فوتكول من المتخف كل الأزوية اللازمة وكانت تربيع بصف عظيم في غرفة الوقت وكانت تصديد فوتكول من الغرف وطبعا الموقف كان بالنسبة لنا صار محصيف يعني مكنش متوقعين عدد دفالت يعني يعني ممكن تتوقع لاعب أو اثنين لكن ما تتوقع عش عدد 13 أو 17 لها يعني موقف صعب جدا قبل 14 ساعة من وقت اللي جا في السياسة أمم المقفية كان فيه تمرين للمنتخب وعلى كده التدريب طبعا قادوا كتير عبدالسلطان الصدري كتير حمد فاروق كتير نيشام وكتير نزيئة وقادوا التمرين من الحدث اللي هم نتيجتهم سلبية على أساس ان احنا طبعا نتمل اتصاب ساعة السفير رئيها السهيني ونتواصل معاها وعا اتحد الكور المصري سيد عمر الجانيني ودكتر جمال وطلبنا طبعا بعمل مزحة ثورية لكل 18 مصاب على أساس انها ساعة ما عطي جدخل من العربة ان شاء الله بالليل كانت مخطوط تطلع بوكة طبعا كان فيه ساعة السفير طبعا تدخل وضغط على أساس انهم المعمل المعتمد اللي من خارج اللجنة بطولة شمال أفريقيا هو اللي يعمل المسحة وتموا التواصل مع رئيس اتحد تونيتي وطبعا كل فيه دعم كبير جدا من اتحد تونيتي اللي قادة الستاذ وديه الجريب وايضا من خلال اللجنة الملظمة والاستاذ عبد الحكيم الشاميني رئيس تحاد شمال أفريقيا وكلهم هكدوا على أهمية وجود مصف البطولة وان مخصد ان تشارك في البطولة وان وجود مصف بيسارة ان يحصلوا بشمال أفريقيا وانها يعني عصف فيها الرياضة وعصف فيها بعد شمال أفريقيا وليد يعني معاد المسحة التانية امتى؟ طبعا المسحة عملت ممكن بعد ساعتين لا معاد زهورها امتى؟ كبتاع ساعة مفتاح بيقول لي خلال دقايق اه يعني هو محروض من ساعة 11-12 يعني في نفس التويض ده هيتم التواصل بنعرف بس العدد الأخير اللي على عساسه هيتم اتخاذ القرار من الاتحاد المنصد في قوة السلام اه يعني غالبا يعني ان لو العدد اللعيبة السلبية لو تم إدافاتهم مثلا لو في 4 أو 5 لعيبة موجودين اتحاول تدريتهم من إجابات السلبية ممكن اه ممكن ممكن الفرق يلعب بكرة بصدق هيتم عندنا 15 العيب زائد 4 أو 5 إن شاء الله تكون نتيجاتهم سلبية نقدر ان احنا إن شاء الله نشارك في أول لقاء لكن هاتف لو لقدر الله العدد غير كده طبعا هاتف صعب ان احنا هنلعب الغراء واكيد هيتطالج إسحاد الكرة مصري بتأجيل الموارد في بيبيا على أسف المعنى عندنا مصري تونس إن شاء الله يوم الجمعة ونعمل مسحة تانية يوم الأربعة وإن شاء الله يكون العدد قلع كده بكير ونقدر ان شاء الله نحن نكون موجودين في البوت وراء الرعاية كويسة القتل كويس الدنيا كويسة الشباب زي الفل والله يعني انت بتزنقني طيب لا 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 كل حاجة تمام وفي احتمام من الجلم كده أتقول اللي أنا قلته بكده وابقرره مرة تانية إنه كان من الأفضل اللي نبحث عنها فرقه يكون هندو اللي قامة إن ما يكونش فيه كل المنتخبات في هندو اللي قامة واحد ده أفضل بكير عشان طبعا تعرف مواعيد النصول للتدريب والتديبات والتحرف وكده الأسنطير الأماكن المحفولة يعني بيبقى 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 مشكلة شوية كان الأفضل إن هو يتم توزيع المتخابات الخامسة على فندوين أو تلك فنادق ده كان يبقى أفضل يقلل من العدوى يقلل من انكشار العدوى لكن أفضل اللي حصل ليه تقدر الله يعني ان شاء الله متفائل إن إن شاء الله يكون العدد نقدر نحن إن شاء الله نستدي وإن شاء الله مطشي بيديا وكثر بيها إن شاء الله يعني هيتكلم عن جهاز الفن المعاون طبعاً وكثر مع السلطة الموجود والجهاز الفن المعاون موجود وإن شاء الله يقدو أفضو على أفضل ما يكون ويعني يقود المغررة بالعمال ليبيا كل عيبة أنت مش متخيل سيف مبارح كل اللي عيبة كان مثل الروح والحماس والتبريب مبارح وأول مبارح كل طبعاً مليدي بيقرب مع المطش كل عايزي بعمل مبارح في تشكيل الأساسي كان فيه روحة غير عادية وكان كله يعني يعني على أهبت الإبعداد أنه هو يكون موجود في مغرات ليبيا ويشارك ويحقق الفن المتقمات إن شاء الله بإذن الله نتطمن على صحة الوقت النهاردة وبكرة إن شاء الله بإذن الله يكونوا موجودين وحضرين ويقدوا بشكل مشرف وأهم حاجة صحيحكم بعد كده إن شاء الله نتكلم في أي حاجة بشكرك يا وليد شكراً جزيلاً شكراً سيف ودعواتكم لينا يا رب إن شاء الله يعني دعواتنا كلنا إن شاء الله بإذن الله ترجعوا بألف سلامة